الرجالة بتاعتنا هناك بيقولوا بره عننا وكله تمام نكمل شغلها دي اوه زالكا خشها منعم تعال قال لي بصحيح يا رضا وإيه اللي حصل لخولي صاحبك؟ ماناش عرفني بيقولوا تضرب عليه نار وتشيع ومشلعين جدته دي الحكومة جاءت مبالع في المنطقة تدور في بيت أهل لا منعم ما عرفش ها يلا اسطى عشان عندنا شغل ممسك كده وقال له عشان نحفر احفر ايه؟ لا انت بتقول ايه؟ لا انت متليش شغل انا دي فيها حفر لا منعم اقل لك ما تحورش واقل لك ان فيه اتنين بيحفروا من ناحية تانية واحنا المفروض نفتح لهم من هنا لا ما قلتش بعدين عقلها انت ازاي هتقول لي في حفر وانا جايلك ومتشايك كده لو انت كده متشايك؟ اقول لك سر امك لما بتشوفني بالضعف ده بتتجنن منعم اقل لك السر ده ما تجيش في الشغل خلاص هات ده انا بقيت زي ابوك ابو ايه منعم انت هتعيش فيها؟ ياسطح احنا جايين نشتغل انا عامل فيك جميلة على فكرة ايه انت عامل فيها جميلة؟ ده انا امك اتحايرت علي عشان انزل معاك طب انت هتجيب سر تومي كتير؟ هو انا ماشي معاها في الحرام دي مراتي لا مراتك دي اسطح اتحايلت عليك مش عشان سواد عيوني ده عشان بالك ثلاث سنين قاعد في البيت انت بتعيرني يا رضا؟ اتحاير جزمك؟ منعيم منعيم ما تاكلش دماغي وانا بقى تشتغل ولا جيب حد غيرك؟ هو عاد تكون فاهم ان انا مش فاهم حاجة لا انا فاهم كل حاجة بقى اخويا خل الدرب بالنار ينهوت وهو معاك وانت جتيني هنا مكانه عشان اللي مشغالينك ما يقفشوش عليك صح؟ صح اخرك ايه بقى؟ انا مش فاهم انت اقفش ليه يا رضا يا ابنا انا قلت فرصة نقعد مع بعضينا لوحدنا كده في الجو الجميل ده منصف اللي بينا لو عشان هتقبض اه عشان هتقبض ورم عدمي اه وفي الاخر كله هيروح لأمك أم تاني؟ خلاص خلاص هات ناك صار التقم ده في الحفر ده نمك لما بتشوفني بيه بتضرب ناك من القيادة لنقطة 27 هلتسمعوني؟ من نقطة 27 لأمن الموقع غريب، ياريت تكلمنا كمان شوية شوف شغلك، قد قريب من نقطة 27 لأمن الموقع تفضل أنا بس كنت عايز أقول على حاجة بخصوص اللي حصل مبارح الروح اللي فرقتنا دي أيا كانت أيامين وإيه السبب في موتها فأيا ما راحتش هاضر أنا مؤمن جداً بتناسخ الأرواح يعني الروح اللي فرقتنا دي ممكن تكون تحولت لدبانا وبتلف حوالينا دلوقتي الرجل اللي مدى حتى لو كان مجرم فإحنا عاملين زي الحيوانات في الجابة يعني النمر لما بيأكل الغزالة مش بيأكلها عشان جشيم بالعكس ده بيعمل توازن طبيعي أهو أنا دلوقتي بتفرج على السحب في السماء منظر جميل جداً روحة فنية لو تقدروا تفضوا نفسوكوا شوية وتجوا تشوفوا اللي أنا شايفوا أكيد هتتعلموا كتير آآ تمام يا غريب أنا جاي لك حالاً كامل 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 بيقولك الرجل أتحول دبانة أنا الصراحة لما موتنا آفسي هتحول قط آآ أكله وشربه ونومه وحاجة آخر دلع أنا قلت يا ريتا تابعوني مش موجود قلت لي لوالد بيشتغل ايه؟ بابا سوليست مالو؟ عازف كمان قالاتي يعني؟ هو كل حاجة بقاليها يسمي بالإنجليزي؟ لا بابا بيعمل دكتوراه في الكمان دكتوراه؟ دات كمانجة كلها بتاع قد كده أستكين وتحتهم لح قبل الكاش تغبطيها على بوزها كده؟ لا حضرتك بابا بيعمل دكتوراه في الألحان بتاعتها ودورها في الأوركسترا هو يعني بابا لما يعمل دكتوراه في الكمان هيخلي الكمان تطبل مع تفضل كمان حضرتك عمرك روحتي حفلات كلاسيك الميوزيك قبل كده؟ آه يا حبيبتي روحت أحسن تكوني فاكريني جهلة شفتي الناس بتعامل سوليست الكمان إزاي؟ والله يا حبيبتي محدش بيركز أصلا إلا لما الرقصة بتطلع لا حد شايف كمان جاتي ولا شايف طبال وآخر الليل يوطو يلمو النقطة فما تتنكيش قوي ايه؟ فيها يا وان بنا رئيزلة بنت عمات تلزق فيها معلاش حبيبي معلاش استحمل كلها خمس دقائق والروح مين اللي قال خمس دقائق وهنروح دي؟ انا وانت تقول بتاع ايه؟ انا ما انا الكبير اهو انا لا الكبير ده حبيبي في المدرسة هنا احنا بنحفر لتجار مخدرات يعني الكبير اللي جابت شغلانا لا 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 يا أبا الأصول أصول ده احنا لو بندح يا أخي هتحترمني برضو منعي منعي ما بوس إيه ده كاخر حمني يا أخي العنقه اليوم اللي تجاوزت في أمي يا أخي اهو انت اللي بيجيب سير تومك اهو مش انا اي ايه ده ده البنة دي هلا ده ملبوسة دي بابا اتبرمت كعاب رجليه في الكباريهات طول الليل عشان يوطي يلم النقوط على فكرة بابا ما بيخدش نقوط ماو يا حبيبتي رقصة هي اللي بتلم النقوط تخبيه في عباها تقوم السما وتقوم قبجاهو رقصة ايه بابا بيسافر فيينا عشان يعزف يا حبيبتي كلنا عبيد ورا لقمة العيش عيد ميلاد هنا قاعدة حظ هنا حفلة عديقة هنا وهو بيلم عشان يأكلكم اديني رقم فرح بنت اختي قرب وحتجيب فرقة في الحنة اخليها تتفسه كده في النص بس أنا عايزاك تحترمي قيمة العمل أكتر من كده اه طب يا بغرب انا قلت اجي أسلم عليك اه انت رايح فين؟ انا المسادات لقيت انت عارف عندنا شغل وكده لازم ارجع بسرعة انت متخاني لبابا الكيادة بيفتح كده عادي؟ لا انا عندي زرار بفتح منه ما فتحش ثانية واحدة لازم تفتح في نفس الوقت اللي انا بيدوس فيه ماشي ما فتحش برضه انا هعد من واحد لتلاتة ماشي واحد اتنين تلاتة ما فتحش برضه اه طب انت فتحت عند كم؟ تلاتة لا انا دست عند اتنين بتدوس على اتنين ليه لما هتعد تلات عدات؟ انا كنت متخان انت عارف ان انا هدوس عند اتنين خلاص انا لما تيجي اتنين انا هفتح خلاص انا هدوس عند تلاتة ماشي ماشي واحد اتنين تلاتة اه طيب اه جالبا كده فيه فرق توقيت بيني وبينك احنا نغني بقى كيلو بامية كيلو ايه؟ كيلو بامية القتة العمية الاغنين اللي احنا كنا بنغنيها واحنا صغيرين وانت اول ما تسمع اخصى عليك يا بتاع الكحب تفت تفتح على طول طب اخلاص بقى اغنيها يلا عشان عاوز امشي طب يلا ها كيلو بامية القتة العامية سرقة قوميسي اللي انجليزي انا كنت عايل كرش مدلدل ابويا وامي بيقولوا ضهطل يا ما نفس اروح الشرقية واتجوز واحدة بفخطرية ايه اللي انت بتقولوا ده؟ بغني كيلو بامية عادي انا اول مرة اسمحها كده يا غريب بس انا طول عمري بقولها كده طب بتغنيها كلها ليه؟ انت هتسمعني ايه طراص طفولتك يا غريب طب الراحة يا كامل مش كده يعني وبعدين هي اصلا كتقرابة تخلص خلاص عسكر فوق وعسكر تحت اخصى عليك يا بتاع الكحب اه كده الباب معلق اه كامل اتأخر تحب ابعت له وانا انا مش موجود انا عارف انا بس بقول لحضرتك انه ممكن يعني انا مش هنا قلته اربع مرات هل اتوقع برضو ان الضحية اللي حضرتك ضربت عليه نار قالك اربع مرات ان هو ماسك جرب موبايل فمع ذلك ضربت عليه طيب عبالما النجار يجي يفتح لنا الباب دي فرصة كويس عشان نتكلم في تفاصيل العملية عشان لو هنعمل خطة ولا حاجة غريب انت فرد امن فقط ملكش دعو بتفاصيل العملية انت بس تبلغني باللي بيحصل خلاص ماشي؟ ياخد احنا حتى زملاء طيب على قل انت عندك زميل قاعد تتكلم معاته لليوم كاملا الوحدة قتلتني انا عايش طول اليوم لوحدي تنبت كلب احراسة يقعد جنبي يلحقني لوحصل لي اي حاجة زيك كده لما الحقت زميلك لما غلط وقفت جنبه اه اوكي اوكي ممكن تكلم من نجارتيني لو سمحت او انا يعني ما كلمتوش اولاني نعم اصلا الباب اصلا ملو الزراير لو خبطتو خبطة من تحت هيفتح